لسه مع اخبار النادي الاهلي وعرفنا كمان في الستين ديه كمان النادي الاهلي حاطت عينه على كريم الدبيس ظهير ايسر وادي دجلا وبدأ انه يتابع اللاعب في الفترة الاخيرة بشدة تبهيدا الامكانية يتضمه خلال الانتقاط الصيفية المقبلة كريم الدبيس لعب طبعا دجلا مدافع متميز وبيقدم مستويات قوية جدا في مركزه وده اللي خلى النادي الاهلي يفكر فيه لسد العجز اللي بيعاني منه طبعا النادي الاهلي في المركز ده تحديدا وشفناه ده بشكل واضح منذ اصابة علي معلول الظهير الايسر طبعا التونسي وقدي ايه الجابهة دي بتشكل صدع كبير لمسيماني قبل كل مباراة حتى مع عودة علي معلول اكيد النادي الاهلي يبص قدام كمان مش هيبص بس تحت رجله انه في حالة رحيل علي معلول مين يقدر ان هو يسد المكان ده خاصة ان عقدة معلول زي احنا عارفين اقترب خلاص على الانتهاء ومن المفترض النادي الاهلي هيحسن مسألة التجديد ليه بعد العودة من مباراة السوبر الافريخي قدام نهضة بركان غبع المغربي يوم 28 من الشهر الجاب